السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم لتعرف من سحرك يعني تريد أن تعرفه بوجهه الحقيقي أنت مشكك هل ذلك الشخص أو هل ذلك الشخص أو ذلك أو ذلك من سحرك ومن سيكون يا ثورة ما هي الآيات التي تكشف السحر هناك عديد من الآيات هناك عديد من الطرق سأطرح بعدها في المستقبل وستطرح لكم طريقة سهلة الآن عقد النية ونصف كأس من الماء ليس كأس ولكن نصف نصف كأس من الماء وتقرأ عليه الآيات ستراهم في الشاشة الآية الأولى هذه ستراها في الشاشة ستقرأها على الكأس الماء ثلاث مرات وتنفت في الماء تنفت فيه يعني تنفت فيه وتقرأ الآية الثانية ستراها الآن في الشاشة الآية الثانية وتنفت في الكأس الماء وتشرب ذلك الماء ثلاث مرات ثلاث مرات الآية الأولى ثلاث مرات الآية الثانية وتنفت فيه نصف كأس من الماء كأس أو نصف كأس من الماء فتنفت فيه وتشرب وتدعو إلى الله أن يريك من سحر لك في المنام بوجهه ربما ستريك هذه الآية ستريك الإنسان كيف كان يسحرك أو أين ذهب أو أين كان أو دخل عن ساحل أو دخل إلى منزلك أو أكل معك أو هو في السوق أو هو في الشارع أو هو في مكان في خلاء ستريك صفتي أو قريبا لك والطريقة يجب أن تطبق ثلاث أيام ليس أنك ترى شخصا ستحرك في المرة الأولى في اليوم الأول وتقطع أن هذا هو من سحرك لجب أن تراه ثلاث أيام متتاليتين لكي يكون مؤكد أنه هو من سحرك وفي الأخير أنا أقول لا دعي للتصدي لمن سحرك يعني الطريقة فقط لإظهار من سحرك إظهارتان تطبقها ثلاث أيام نطلب الله أن يعفو عليهم لأنهم هم ضالين والشيطان مسيطرين عليهم يعني من يسحر أخوه المسلم فهو الشيطان مسيطر عليه وهو الضال فنطلب الله الهداية إليه فقط هذا يعني أطلب الله الهداية إليه وحاول أن تسامحه وقرأ سورة البقرة ولا تركز عليه أو لا تدعو عليه أو لا تنتقم منه إنه من سفة المؤمنين هذا كل شيء وأتمنى لكم الخير وإلى اللقاء ومسلاما أخوه المسلم 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 اشتركوا في القناة